يسأل ويقول ما حكمه من حلف بأبيه أو حلف بأمه أو بحياته أو بموته من حلف بغير الله فقد أشرف كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كرر أو أشرف بحالف بغير الله يشرف ولا يجوز قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت فلا يجوز الحلف بالمخلوق لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالآباء ولا بأي مخلوق ولا بالأمانة وإنما يكون الحلف بالله عز وجل فإن كان حالفاً أن يحلف بالله أو يصمتناه